وفق معلومات استخبارية دقيقة طيران القوة الجوية ومن خلال طائرات الاف ستة عشر يوجه اربع ضربات جوية على وكر لتجمع الارهابيين في المنطقة الشرقية لجبال مكحول الضربة الجوية وبحسب تأكيدات الناتق باسم القائد العام للقوات المسلحة اسفرت عن قتل اربعة ارهابيين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين هذه الضربة كانت مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكانت استخبارات تحقيقات التحادية وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة تم تؤجي هذه الضربة على اثر هذه الضربة وكنا نشاهد حركة الارهابيين حيث تم قتل المجموعة بالكامل المفرزة بعد ذلك خرجت قوة صباح اليوم من قبل قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والوقوف على مكان ضربة وتم العثور على اربع جثث لاصابات داعش الارهابي ويمثل الغطاء الجوي عاملا مهما في استهداف الجماعات الارهابية ونجاح العمليات الامنية التي تستهدف الارهابيين في المناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة خصوصا اذا كان هناك تنسيق استخباري بين القطعات البرية وسلاح الجو شمال ديالة باتجاه جبال حمرين ومكحول هذه تضاريس صعبة ومعقدة يستغلها في توجيه ضربات بين الفينة والاخرى سواء للمدنيين ام للعسكريين الغطاء الجوي حيوي جدا ومهم يعتبر سلاح ستراتيجي في الحرب لا يمكن لقطعات ميدانية على الارض تدخل حروب معقدة سواء كانت حرب نظامية او حرب متحرك كحروب العصابات بدون ان يكون هناك غطاء جوي وتنسيق عالي بين القطعات الماسكة للارض والمتقدمة وبين القوة الجوية هنا تأتي المعلومة الاستخباراتية ايضا التي يجب ان توظف في هذا الجانب وتؤكد قيادة العمليات المشتركة دقة الضربات الجوية التي تستهدف اوكار داعش الارهابي من خلال المعلومات التي توفرها خلية الاستهداف التابعة للعمليات المشتركة وتزودها لقيادة القوة الجوية وطيران الجيش من بغداد حسام التميمي العراقية الاخبارية